ضمن الحفلات العديدة التي تشهدها دمشق هذا الصيف استمتع الجمهور السوري والسواح العرب بالحفل المشترك للنجم فارس كرم والنجمة نانسي عجرم في فندق الشيرطون فكانت سهرة ملونة بالأنغام استمتع بها الجمهور لأكثر من ثلاث ساعات أجواء الحفل نتابعها في هذا التغيير إلى الأراضي السورية ترافق النجمان اللبنانيين فارس كرم ونانسي عجرم لأحياء حفلة مشتركة جو لبناني بامتياز سيطر على المسرح مع أغاني فارس كرم ومشاركة الجمهور كانت أكبر دليل الحفلة إن شاء الله ستكون حلوة منا أول مرة أنا وفارس كرم صبقوا غنينا كمان قبل مرة في لبنان وبسوريا يعني جمع حلوة ديو حلوة الناس اللي شفتها هيك كلها هييسة يعني فإن شاء الله تكون حفلة حلوة كأنها شوي متحفزة على موضوع أنه ميلا تظهر على شاشة تيفي لا مش قصة أنه تحفز بس ما إلا لزوم يعني أنه بيبي صغير مثل غيرة يعني وأنه بيبي ما رح يبين هو صغير بس أخذت معي لأنه كل نهار من الساعة خمسة الصبح للخمسة الصبح نحنا منصور وبدأ تأكل بهالوقت فهجبت معي هيك بغرفة يعني لوحدة بعد لمسة إيد بتعاون تاني مع ليلا كنعان عم حس وقبل ندين لبكي عم حس أنه في تعصب من قبل نانسي للستات لا يعني أنا بلشت بهذا السيديه مع سعيد غنيتين وجعت مع ليلا لا منوشارت أبدا أنا المخرجي اللي شاطر بيخدت النظر إذا بنت أو أنه شاب المخرج الشاطري اللي بحس أنه عنده رؤية وبيكون حساس وصورته حلوة بصور معه من الأول المهنئين كانوا إليك اللي فعلا عملوا لك زيارة مش عن يقولوا لك مبروك أعجة صبية أه اللي أول شيء والفنانين يعني كلهم إجوا بستة نهار يعني فارس ووقل وشيرين في كتار يعني كمانا اتصلوا